تحياتي مع جديد في المحقق مع المحقق الترندينج واليوم بشمشي نشوفوا فيها هذه الصور اللي جينا من عدد من ولايات الجمهورية صور للكميات الهائلة والقياسية أحيانا للأمطار اللي قاعدين نسجلوا فيها في أكثر من ولاية ولكن بش نحاولوا زادا نجاوبوا على السؤال إذا عنا هذه الأمطار الغزيرة فلماذا السدود ما زالت فارغة وفي مستوياتها الدنيا الصورة هذه الساعة اللي تشوفوا فيها جينا من المنستير منذ أيامات وتحديدا من معهد بحجر المستير اللي تتواصل التساقطات فيها بكميات كبيرة ياسر كما هذه الصور كما جملة من الفيديوات اللي جينا من مجموعة من الولايات والملفت أنه رغم الفيضانات ورغم الكميات الكبيرة من الأمطار والأضرار اللي تنجم تعملها للكراهب ولغيره فأنه الناس مستبشرين برشة بالأمطار كما السيد هذا اللي قاعد يصور فيها الفيديو نشوفوه اللهم صلي عني بيه اللهم صلي عني بيه زيدها يا ربي زيدها أهو أخوه الخيرات أهي أهي المتر ارحي عام سابة هاي العام عامنا والعام رأه عام نصنيه هاي الله يحد الله يحد هاي زيدها يا ربي زيدها ها على قلوب التوانسة البيعية اي فيضانات فيضانات كبيرة اي 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 اه ومع الفيديو هذي فيديوهات أخرى جينا من أكثر من منطقة في البلاد اللي فيها كميات قياسية ومعتبرة من الأمطار كما مثلا الفيديو هذا اللي جينا من سفاقس شوف معايا هذه الصور هذي طريق منزل شاكر توق والله الله الله هذا الواحد يخرج خير هذا ما يجي ما يخرج حد هذا هو موجود فانتظار فانتظار كلمة لجنة الكوارث هذا نعرف ودى كوليج هنا دى لسي 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 بيلوت يعني في وسط الماء فانتظار كما تكون دون خسة أرمدية أو بشرية بالنسبة لدوب متوازن نزول الأمطار بالجنوب وخاصة بالمناطق الشرقية باتباعة الحال احنا نتقدر هذه الحالات الجوية هذا طريق منزل شاكر توقف من لجنة منعقدة ومن سفيقس باش نهزكم النابل مع مشاهد ممافلة على الكميات القياسية من الأمطار اللي تم تسجيلها اليوم الثلاث موسيقى والكميات المميزة من الغيث النافع هذا الكل مازال متواصل اليوم احنا ثلاثة والبلاغات متواصلة منتع المعهد الوطني للرسد الجوي المعهد اللي يصدر منذ ويامات وفي اكثر من بلاغ احيانا في النهار بلاغات التحيين الوضع متاع التقس على مدى النهار اخر بلاغ هو النهار الثلاثة واحنا بدينا نصوروا البلاغ اللي يقولوا انه اليوم المناطق الشرقية للبلاد اليوم في الليل مش تشهد كميات معتبرة من المئة من الأمطار مش تكون محليا غزيرة اثناء الليل خاصة بالوطن القبلي وجهتي الساحل واسفاقس حيث تتراوح أعلى الكميات بين ثلاثين وخمسين مليمتر وتوصل محليا إلى سبعين مليمتر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب الرياح حسب ما يذكر المعهد الوطني للرسد الجوي مع كل هذه التساقطات اللي سجلناها في الايامات الأخرى اتعملت نوع من الخريطة للتساقطات وين الكميات الكبيرة وين كميات متوسطة وين الكميات العادية خريطة اللي تم تداولها على مجموعة من الصفحات المختصة والي هم أوليوا برشة في تونس والمختصة في أحوال التقس خريطة نشوفه فيها تقسيم البلاد لثلاثة ألوان عنا اللون البردقالي والي هو ضرورة الحذر الشديد في هذه الولايات نحكيه على ولايات الساحل وكميات الأمطار القياسية اللي قاعدة تعرفها ثم اللون الأصفر هو ضرورة الحذر اللون الأصفر يهم تونس الكبرى كما يهم نابل كما يهم جملة من ولايات الوسط وجملة من ولايات الجنوب ثم عنا فما تساقطات عادية بالنسبة للون الأخضر ركزوا معايا مليح على اللون الأخضر على خاطر هو اللي بيش يفسر عليش السدود ما زالت تعتبر فارغة اللون الأخضر يهم باللخص باللخص ولايات الشمال وأقصى الشمال ثم كيف كيف مجموعة من ولايات الأخرى كما الكيف كما غيرها من الولايات متاع الجمهورية بعد ذلك نلقوا إذن في وسائل الإعلام أخبار على امتلاء السدود كما لهنا مثلا في ويب ماناجر سنتر نسبة امتلاء السدود تقدر بـ 28.3% اللي هي من أقل النسب اللي سجلناها في السنوات الأخيرة هذا وقتاش إلى حدود 27 سبتمبر آخر سبتمبر 2024 ربما هالكميات اليوم زادت شوية لكنها ما زادتش برش أعليش وكيفاش الجواب يجينا من عند سيد هذا نحكيه على علي المرزوقي اللي هو رئيس المرسد التونسي للمياه اللي في حوار مع موقع الكتيبة وارجع على النقطة هذي صحيح عندك كميات ما شاء الله كبيرة من المياه ولكن الكميات هذي قاعدة تطهاطل في أماكن اللي مفيهاش سدود بسمعوه تعبت شوف الأمطار تصب وانا في الفترة الأخيرة ومخزون السدود وين ماشي وين يونك ما عندهاش علاقة ببعضها هي وانت سبتم في أمطار سبت برشا في مناطق ماهيش متعودة بغزارة الأمطار الوسط والجنوب وشوفنا فايضانات في تطاوين وشوفنا في جابس برشا أمطار وسيدي بوزيد وغيره لكن الخزان التاريخي اللي تونس من المياه اللي هو شمال الغربي مافيش التساقطات اللي كانت تقبل فيه معناها ثم خارطة متع تساقطات تغيرت وهذا مهم يجب يفهمه المواطن انه رو بالحق معناك يقوله ومخزون السدود طاح الـ 21% بتاريخ 14 أكتوبر 2024 هذه ري مش مغالطة أما لكن زادا ماهيش شب المطار في قفصها بش توصل ماناة للسدود متع سيدي سالم وغيره إذن كما كنتوا تسمعوا الغيث النافع دي منافع ولكن إذا كان مش نحكيه على موضوع امتلاء السدود الحاجة تختلف السدود موجودين في جملة من المناطق في تونس اللي هي هذه المناطق شوفوا هذه الخريطة اللي عملتها وزارة الفلاحة اللي تبين لك أهم السدود التونسية وين موجودة وين قاعدين نشوفوا فيها أهم السدود التونسية موجودة في الشمال وفي أقصى الشمال من باجا وانتي طالع الفوق وين بش نلقاوا هذه السدود والسدود بن زرد المتوسطة والصغيرة هذه أبرز السدود التونسية وين موجودة كن نربط هذه الخريطة مع خريطة التساقطات اللي وريد هلك تتفهم علش أن السدود مش قاعدة تتمليك كيما يتصوروا كافيرين شوف تمليح معايا هذه السدود وين موجودة شوف طوى التساقطات وين موجودة التساقطات في المنطقة اللي موجودة فيها أغلبية السدود هي تساقطات تعتبر عادية ماهيش تساقطات الاستثنائية اللي قاعدة تعرف فيها ولايات الساحل بالتالي من هنا فهمنا عليش اليوم رغم هذه الكميات الهائلة من الغيف النافع إلا أن السدود ما زالت تعتبر فارغة على أملي أنه في الهيامات الجاية إن شاء الله هالكميات المعتبرة من أمتار تشمل زادة هذه المناطق اللي فيها أغلب وأبرز السدود التونسية نسلنا تعليقكم على هذا الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء